المترجم للقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد إن صدر الحديث كتاب الله وخير الهده دون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأموم ومحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكمل إن شاء الله كلام على سورة البقرة الآية السادسة والربعين قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون قبلها كانت واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير وعفوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فقلنا من المفسر ما قال وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ يعني الصلاة الخاشعون لا تكون الصلاة ثقيلة عليهم ومن صفات هؤلاء الخاشعين أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِ طيب الَّذِينَ يَظُنُّونَ شو يعني يظنون الظن هنا بمعنى اليقين الظن هنا بمعنى اليقين يعني الذين يوقينون أنهم مُلَاقُوا رَبِّهِمْ يعني يوقينون باليوم الآخر من المشاكل الكبيرة التي كانت بين المسلمين وكفار مكة أنهم لا يؤمنون بالبعث قال من يحيي العظام له يرمين وضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني هم استكثروا واستكبروا يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان أو يعيد خلق الإنسان بعدها أن يكون رميما رمادا أو العظام البعلي يكون مثل التراب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه طيب من الذي خلقت أول مرة فإعادة الخلق أهوان على الله سبحانه وتعالى والكل عليه هين سبحانه وتعالى إذن من صفات هؤلاء الخاشعين أنهم يعتقدون ويوقنون بلقاء الله سبحانه وتعالى اللي هو البعث والنشور طبعا هذا عندنا من أركاء الإيمان اللي هو الإيمان بالبعث والنشور الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون إذا قام الناس من قبورهم فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن نوقع أنها راجعون إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويظلم الناس ويضرب هذا ويأكل مال هذا ويسفق دم هذا ويكذب ويقذف لا يظن أنه سيهرب من الله سبحانه وتعالى لا يظن أنه سيفلت من عذاب الله بل نرجع إلى الله سبحانه وتعالى يعني في ناس يظن أن هذا هو الذكاء إذا عصى الله سبحانه وتعالى بغير علم الناس أنا لما أخفي معصيتي عن الناس يعتبر هذا ذكاء ألا يعلم من خلق؟ طيب لخلقك تغيب عن نظره سبحانه وتعالى مستحيل مستحيل ويوم القيامة راح ينكشف كل شيء ينكشف لك الغيطاء يوم القيامة ويكشف الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى يوم توبل السرائر حتى اللي فيه داخل نفسك وقلبك يظهر يوم القيامة السر عنده سبحانه وتعالى السر والعلن عنده سواء إحنا عندنا السر يختلف على العلن أنا أحكم على ما يظهر منك ولكن أنت تقوم بأشياء وأنت تحدث نفسك بأشياء أنا ما أعلم بها والله حتى زوجك الذي معك لا يعلم بها ولكن الله سبحانه وتعالى بها يعني طبعا هذا هذه قضية مهمة قضية المراقبة قضية المراقبة أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني لا يجوز أن يكون كبالك فقط الناس إذا كان الناس يعلمون ما أفعل فأنا العبد الصالح وإذا غاب الناس عني وغبت عنهم فانتهك هذا الإنسان محارم الله ي persever kalau الإنسان محارم الله ويجب على الإنسان أن يخاف الله يجب على الإنسان أن يخاف الله ويبتعد عن محارم الله ولا يراقب الناس بل عليه أن يراقب رب الناس سبحانه وتعالى اللهم نسألك الإخلاص والمراقبة ثم قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل وذكوروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين قلنا أن إسرائيل هو يعقوب كما ذكر كثير من العلماء أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام هذا الموجود مشهور يا بني إسرائيل يعني من جاء من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم طيب أي نعمة؟ هل هي نعمة واحدة؟ هناك نعم كثيرة سيأتي ذكر بعض هذه النعم في هذه الصورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في الآية قد سبقت وأوفوا بعهدي أوفوا بعهديكم وهنا يقول وأني فضلتكم على العالمين هنا يعني يقول العلماء ليس المقصود أن بني إسرائيل أفضل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام طيب يقول هنا ابن كثير رحمه الله فإن لكل زمان عالما ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم يعني الذي يقصده ابن كثير رحمه الله كما ذكر في تفسيره وهو تفسير القرآن العظيم أن الله فضلكم على عالم زمانكم على العالم أو على العالمين الذين في زمانكم ولا بني إسرائيل ليسوا بأفضل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سبحان الله وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح خير الناس قرني خير الناس كلمة الناس هذه عامة تشمل من زمن آدم إلى آخر إنسان خير الناس قرني إذن أفضل الأمم هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا بني إسرائيل اذكروا معمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ثم قال واتقوا يوما يعني يوم القيامة خافوا ذلك اليوم وعدوا له جوابا وعدوا له العدة واتقوا يوما فيجب على المسلم أن يستعد لهذا اليوم لازم أنك تخاف ما تخاف من يوم الحساب في الدنيا والله أنا عندي محاكمة في الدنيا عندي والله في استدعاء من مركز الشرطة لا أنت عندك شيء عظيم أمام الله سبحانه وتعالى والكرام الكاتبين والملائكة محاسبة عادلة فرب العالمين يحذرنا وهذا تحذير حماية لنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئة أي لا يغني أحد عن أحد كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تزير وازير وتوزر أخرى ثم قال ولا يقبل منها شفاعة يقول الكثير رحمه الله يعني الكافرين يقول الله سبحانه وتعالى فما ترفعهم شفاعة الشافعين فالشفاعة تكون لمن ارتضى والشفاعة تكون بإذنه سبحانه وتعالى والله لا يرضى عن الكافرين لكن هناك استثناء وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وليس في إخراجه من الجنة فقط في تخفيف العذاب ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل يعني يوم القيامة واحد يقول يا رب أنا أفدي نفسي بمئة طن من الذهب ما تنفع هذه الأموال والله ما تنفع يوم القيامة يوم القيامة الحساب يكون السيئة والحسنة فإذا الواحد عنده مظلمة من الحين فليتحلل إذا أنت غشيت الناس الحين تحلل منهم المظالم غشيت زوجك غشيت زوجتك غشيت والدينك غشيت عيالك المسؤولين الموظفين المراجعين الآن تحلل منهم لأن يوم القيامة ما في إلا السيئة والحسنة يأخذون من حسناتك ويعطونك سيئاتك سيئاتهم ثم قال في آخر هذه الآية ولا هم ينصرون يعني هل يستطيع أحد أن ينصر أحدا من بأس الله إذا كتب الله سبحانه وتعالى أو إذا أراد الله أن يعذب هذا الشخص من الذي ينصره فمن ينصروني من الله إن طالتهم من الذي ينصر من الله سبحانه وتعالى لا أحد لا أحد والله لا أحد ينصرك من بأس الله إذا جاء ثم قال الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم في هذه الآية يعني تذكر قصة موسى عليه الصلاة وسامعة فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون طبعا فرعون هو ليس اسم شخص بعينه بل هذا لقب لكل من حكم مصر فيقول ابن كثير رحمه الله وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا وقيصر لكل من ملك الروم وكسرى لكل من ملك الفرس وتبع لكل من ملك اليمن طيب فهذا اسم لكرسي ولمنصب وكذا لكم نضيف والنجاشي اسم لمن ملك الحبشة النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة غائبا هذا ليس اسم لي النجاشي اسمه أصحمة ابن أبجر كما يذكرون كما ذكره في الكتب ففرعون ليس شخصا معينا بل فرعون هذا لقب لمن حكم مصر من الكفار فيقول الله سبحانه وتعالى وإذن جيناكم الآية فرعون أي فرعون مقصود بفرعون موسى عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله سيأتي قصة الفتون في صورة طاها قصة الفتون في صورة طاها عند قبلي سبحانه وتعالى وفتنناك فتون فقصة طويلة أن فيها أن فرعون رأى رؤية أن في واحد من بني إسرائيل سيولد فيدمر ملك فرعون فاتخذ قرارا فرعون أن يقتل كل مولود ذكر فصار يذهب إلى الإسرائيليين يبعث الجند إلى الإسرائيليين اللي زوجته حامل وتريد أن تضع يقتل هذا الولد إذا كان ذكرا وبعد ذلك اشتكوا قالوا لفرعون إذا قتلت الذكور واستحييت النساء يعني أبقيت النساء من يخدمون نحتاج إلى قوة المرأة تخدم لكن ليست كالرجل كما جاء في صورة آل العموان وليست ذكر كالأنثة فشنو قرار يتخذ هذا الغبي فرعون سبحانه الله لغبائه وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى قال خلاص نستحيهم سنة ونقتلهم سنة طبعا هذا بلاء عظيم وامتحان كبير والله أن الإنسان يتطهد طيب يعني قبيلة تتطهد أو جنسية من الجنسيات تتطهد بالقتل والاستعباد كل مولود ذكر يقتل وبعد يقول كل مولود ذكر يقتل في عام ويترك في العام الآخر والله هذا بلاء عظيم فالمهم أنه اتخذ هذا القرار فيقول الله سبحانه وتعالى ومتنا على بني إسرائيل وإذن جيناكم من آل فرعون يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب العذاب الشديد يقتلوا عفوا في سورة البقرة هنا يذبحون في سورة أخرى يقتلون يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم ثم قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم من مقصود وفي ذلك بلاء ابن جرير الطبري رحمه الله هو طبعا شيخ المفسرين هو عمدة المفسرين طبعا نقصر المفسرين أهل السنة وجماعة وطبعا غير من أهل السنة جماعة أخذوا مننا يقول وفي الذي فعلنا بكم من إن جائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم شنون إن جاءكم من آل فرعون هذه نعمة عظيمة رب العالم سمى بلاء فذكر من كثير رحمه الله قال وأصل البلاء الاختبار وقد يكون بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإيضا هذه في سورة الأنبياء في سورة العراف وبلوناهم بالحسنات والسيئات فيبتل الله سبحانه وتعالى الناس بالعذاب أو بالشر ويبتلهم بالخير فيقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون طبعا هذا من النعم التي امتلنا الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل أن نجاهم من آل فرعون لما موسى عليه صاد واسم أخذ الإسرائيليين معه وهرب فلحقه فرعون ومن معه من الجنود الكفار طغاه إلى أن وصل إلى البحر يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى الطريق الآن أغلق من أمامنا البحر من أمامنا وفرعون وجنده من خلفنا فالموت يحيط بنا إنا لمدركون مباشرة قال موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين ليش خايفين هذه الثقة هذه الثقة وهذا هو اليقين الذي نحتاجه نحن نحتاج إلى اليقين نحتاج إلى الثقة لما جاء الكفار قريش يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر جاءوا إلى الغار وقفوا على رأس الغار وهو غار ثور في طريق الهجرة أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا يا رسول الله مجرد أن الواحد ينظر إلى أسفله سيكشف أمرنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر ما ظنك بثني الله ثالثهما هذا شو نسميه ماذا نسميه هذا هذا اليقين الذي نحتاجه الآن إذا دع الإنسان ربه لا يتردد ولا يشك في إجابة الدعوة بل يستيقن أنا أقصد أنه يوقن بإجابة الدعوة من الله ليش لأنه هو الذي وعد ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه يريد من الدعاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني فهذا من جانبنا ألا تستطيع أن تدعو نستطيع أن ندعو طيب ماذا سيحدث أستجب لكم أما يجيب المضطرة إذا دعاه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وغرغنا آل فرعون وأنتم تنظرون طبعا لما أنت ترى العدو الذي كان يهينك ويعدبك ويدبحك ويقتلك تراه أمام ناظريك يموت ويغرق لا شك أن هذا يعني سعادة وفرح لك يشفي الله سبحانه وتعالى ما في نفسك من يعني الغضب والحقد على هذا العدو الذي أهانك فيقول الله سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون يعني أنا ما عذبت من غير علمكم ومن غير نظريكم بل يعني أغرقته أمامكم وهذا يعطيكم الراحة النفسية ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون وعد الله سبحانه وتعالى موسى يعطيه الألواح ويكلمه ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر كما جاء في سورة العراف ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وهذا متى بعد ما نجاهم الله سبحانه وتعالى بعد ما نجاهم الله من فرعون طيب وعد الله سبحانه وتعالى موسى أربعين ليلة طيب المفروض أنكم تشكرون المفروض أنكم تسنون على الله سبحانه وتعالى وأن تكونون يعني في مقام الشكر والاعتراب بنعمة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة لله سبحانه وتعالى فما الذي فعلوه قال الله سبحانه وتعالى ثم اتخذت من العجلة لما ذهب موسى وكذلك ماذا فعل واختار موسى كما في صلة العراف واختار موسى قومه سبعين رجل ما قال الله سبحانه وتعالى واختار موسى من قومه واختار موسى قومه يعني ذكب العلماء هنا لطيفة جميلة أنه واختار موسى قومه ما قال من قومه يدل على ماذا أنه اختار الصفوة أو دعنا نقول صفوة الصفوة اختار موسى عليه الصلاة والسلام أفضل ناس عنده أو من شعبه أو من أتباعه ومع ذلك خدلوه سبحان الله فيقول الله سبحانه وتعالى ثم اتخذهم العجل وقصة هذا العجل ستأتي إن شاء الله في صورة طهر لما ظل لهم السامري وجمع الأموال التي عندهم وصاغها على صورة عجل المهم إنهم عبدوا العجل فتابوا بعد ذلك وكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم كما قال الله سبحانه وتعالى يعني كما سيأتي وإذ قلتم وإذ قلتم إي نعم وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم فكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم المهم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتهم العجل من بعدي من بعده وأنتم ظالمون يعني طبعا هذا عظم الظلم أن يشرك الإنسان بالله خاصة الإنسان الذي أنقذه الله سبحانه وتعالى للتو أنقذكم الله من آه الفرعون تعبدون العجل فيقول الله سبحانه وتعالى وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه ورأفته أنه عفى عنهم فيقول الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لحل لكم تشكرون فالمفروض أن هذا العفو من الله سبحانه وتعالى يتبعه شكر هذا العفو يتبعه طاعة ولكن للأسف أتبع الذنب الذنب والمعصية المعصية فباءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى على غضب يقول الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم قال الله سبحانه وتعالى أخطب هذه الآية وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يقول الله سبحانه وتعالى وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يعني يقول من كثير رحمه الله هنا يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل آتا الله سبحانه وتعالى التوراة وآتا الله الحكمة والنظر العميق في الأمور واختيار السديد من الاختيارات لعلكم تهتدون فهذا التوراة التي أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى هداية للناس ونور للناس لعلهم يشكرون ولعلهم يهتدون ولعلهم يدخلون الجنة ما يفعل الله بعذابنا ما يفعل الله سبحانه وتعالى يعني بيتعابنا ما يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا بذلك ما يستفيد والله لو كل الناس عبدوا الله سبحانه وتعالى كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو عصى الناس كل الناس رب العالمين كمعصية إبليس له ما نقص ذلك في ملك الله شيئا إن أحسننا فهذا لأنفسنا وإنسان فعلينا يجب على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى ولا يرد نفسه الموارد ويقع في معصية الله لأن المعصية تورث السواد والظلمة والتعاسى في الدنيا والخزي والنداء في الآخرة إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل توقف عند هذا الحدث الله سبحانه وتعالى إن كان بما سمعنا إذا في سؤال ممكننا أخذ بعض الدقاغ لإجابة الأسئلة إن شاء الله اشتركوا في القناة طيب سأل الله سبحانه وتعالى فسمعنا إذاكم الله خير على حس استماع وأدعو الأخوات إلى التعاون مع وزارة الصحة الوجه الخصوص وكذلك الحكومة على الوجه الحموم باتباع التعليمات والمحافظة على الأرواح على الأموال وذلك عن طريق اتباع التعليمات من الحرص على التباع والاجتماعي عند الخروج وأن يكون خروج للحاجة وكذلك الحرص على غسل اليدين وطبعا قبل كل هذه الأمور لا بد من دعاء الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الشافي سبحانه وتعالى وكذلك الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور فما يعني ما يحدث الآن من الأوضاع مع هذا الفيروس وانتشار هذا الفيروس ليس في الكويت فقط بل في كل العالم هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى حكمه بل حكم كثيرة في نشر هذه الأمراض أو إخفاء هذه الأمراض أو يعني موت الناس أو إسعاد الناس أو فقر الناس أو غنى الناس كل هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وفق حكمته فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وكذلك على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى يفرعنا البلاء وأن يحمينا نحرص أخواني الكرام على الأذكار أذكار الصباح والمساء نحرص على آية القراءة وآية الكرسي نحرص على الابتعاد عن مأصية الله نحرص على الدعاء الله سبحانه وتعالى نحرص على الثقة بالله مثل ما مريان في الدرس قضية اليقين باليقين بالله سبحانه وتعالى حفظ الله سبحانه وتعالى كويت وشعبها وكذلك حفظ الله سبحانه وتعالى مسلمين في كل مكان وفق الله سبحانه وتعالى ولات الأمور لما يحب ويرضى اجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته